نبدأ القاعد الأربع نعم هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ محمد عدلها برحمة الله تبارك وتعالى قدم لها بهذه المقدمة اللطيفة يعني وهذا هو يعني العلم بحالة ندعو وأسلوب الدعوة طريقة التي تدعو بها إلى الله تبارك وتعالى جاء بالثناء والدعاء للناس حتى يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى وهذا شيء جميل جداً من إنسان يقدم بين يديه كلامه الدعاء لمن أن يوجه له النصيحة وكذا فإنه يدعو له بالثبات يدعو له بالهداية يدعو له بالتوفيق يدعو له بالصحة والعافية وغير ذلك من الأمور فهذا يعني صداء طيب جداً لهذه الرسالة قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة نعم الشرك إذا خلط العبادة أفسدها سواء قلنا أفسدها وأفسد ما سبق أو أفسدها فقط ولم يفسد ما سبق فإن كان الشرك شركاً أكبر أفسدها وأفسد ما سبق لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها وإذا قلنا إنه الشرك الأصغر فإنه يفسدها فقط ولا يفسد ما سبقه الرياء إذا دخل الرياء إلى العبادة أفسدها لكن لا يفسد ما سبق أما الشرك الأكبر فيفسدها ويفسد ما سبق والمؤلف هنا يريد الشرك الأكبر نعم فإذا عفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكوها الله تعالى في كتابه نعم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أهل العلم في هذه الآية على قولين إن الله لا يغفر أن يشرك به فيدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيشمل الكبائر والذنوب الصغيرة والقول الثاني إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيدخل في ذلك الشرك الأصغر والكبائر والصغائر يعني الخلاف بين أهل العلم هل الشرك الأصغر يكون تحت المشية أو أنه يكون مع الشرك الأكبر والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يكون مع الذنوب وليس مع الشرك الأكبر والشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر بأمور أولا أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار بينما صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار وصاحب الرياء والسمعة ومشابه ذلك لا يخلد صاحبه في النار لكنه يستحق العذاب سواء قلنا أنه لا بد أن يعذب أو أنه تحت المشيئة إلا أنه لا يخلد في النار قولا واحدا صاحب الشرك الأصغر الأمر الثاني أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها بينما الشرك الأصغر يحبط ما خالطه فقط لا يحبط جميع الأعمال الشرك الأكبر كما قلنا لا يدخل تحت المشيئة الشرك الأصغر مختلف فيه هل يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل تحت المشيئة صاحب الشرك الأكبر يقام عليه حد الردة بعد أن يستتاب يعني من أشرك شركا أكبر يستتاب فإن تاب وإلا أقيم عليه حد الردة صاحب الشرك الأكبر يستتاب فإن تاب وإلا أقيم عليه حد الردة بينما صاحب الشرك الأصغر لا يقام عليه حد الردة نعم يطلب منه أن يترك هذا الشرك لكن لا يقام عليه حد الردة الشرك الأكبر تترتب عليه حكام الردة في الحياة يفرق بينه بين زوجته بينما صاحب الشرك الأصغر لا يفرق بينه بين زوجته وإن كانت امرأة أيضاً لا يفرق بينها وبين زوجها أما إذا وقعت المرأة في الشرك الأكبر يفرق بينها وبين زوجها المسلم نعم حسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفى والذين قاتلهم وسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون نعم يريد أن المسلم لا يكون مسلما حتى يحقق يعني التوحيدين توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات لا بد أن يحقق التوحيدين يعني لا يكفي أن يقول إن الله هو الخالق البارئ حتى يعبد الله تبارك وتعالى لا يكفي أن يقر بأن الله هو خالقه وأن الله هو رازقه وأن الله كذا ثم بعد ذلك يدعو غيره ويعبد غيره كما أن العكس صحيح أن يعبد الله تبارك ويعتقد أن غير الله تبارك وتعالى خالق بارئ مصور والعياذ بالله فلا بد أن يحقق التوحيدين توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات بأحدهما لا تستقيم المسألة لا بد أن يحقق الأمرين جميعا وإذاك الله تبارك وتعالى أنكر على هؤلاء الناس الذين يشركون معه غيره مع أنهم يقرون بالتوحيد كالكفار مكة قال من رب السماوة السبع ورب العرش العظيم سيقولنا لله هم يقرون بذلك لكن لا يكفيهم هذا ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة فهم عندهم مشكلة في توحيد الألوهية في توحيد العبادة أنهم يصرفون العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى ولذا مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسين والد عمران لما سألوا كم إلها تعبد قال شبعة ستة في الأرض وواحدة في السماء قال من الذي يرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء هو مقر أن الذي يرغب إليه ويرهب منه هو الذي في السماء هو مقر لكن يعبد معه غيره فهذا لا يكفي حتى يقر وحتى يعبد الله وحده سبحانه وتعالى نعم حسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقضع عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكوم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذه دعوة المشركين أنهم يقولون إنما ندعو هذه الأصنام لتشفع لنا نعم الله خالقنا الله بارئنا الله يستعق العبادة نحن لا نختلف في هذا طيب إذن لماذا تدعون هذه الأصنام قالوا شفاعة شفاعة والشفاعة هي الوساطة فلان شفع لفلان أي توسط له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفع وتؤجر والإنسان يكون شفيعا أي بعد أن كان الإنسان ويترا وحده فيأتي هذا ويسانده فيكون شفعا بعد أن كان ويترا بعد أن كان وحده جاء من ينصره ويقف معه فالشفاعة من حيث الشفاعة هي أمر مطلوب الإنسان يشفع لإخوانه وينتصر لهم ويعينهم وما شبه ذلك من الأمر أما الشفاعة في الشرع في الدين فإن الله تبارك وتعالى جعل الشفاعة شفاعتين شفاعة مثبتة وشفاعة منفية الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله تبارك وتعالى تكون بجمع أمرين اثنين الإذن والرضا لابد يكون الإذن ويكون الرضا الإذن بالشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لابد لابد من الإذن ولابد أيضا من الرضا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لابد من الرضا فإذا جاء الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له وجاء الإذن قبلت الشفاعة ولذا الحديث المشهور أن الناس يوم القيامة يوم العرب يأتون آدم فيقول يا آدم إيشفع لنا عند الله أي لأجل أن يقضي بين الناس فيقول لست لها اذهبوا إلى نوح فيذهبوا يا نوح فيقول لست لها اذهبوا إلى إبراهيم فيذهبون إلى إبراهيم فيقول لست لها اذهبوا إلى موسى فيذهبون إلى موسى فيقول لست لها اذهبوا إلى عيسى فيذهبون إلى عيسى فيقول لست لها اذهبوا إلى محمد فأيتون محمدا صلى الله عليه وسلم قل أنا لها أنا لها هذه الشفاعة العظمى هذه الشفاعة العظمى جعلها الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إكراما له ونحن عندما نقول بعد الأذان اللهم رباه هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة هي الشفاعة الكبرى الوسيلة والفضيلة هي الشفاعة الكبرى وبعث مقاما محمودة هي الشفاعة الكبرى وإنما هي تسميات لها أو إشارات إليها هي الشفاعة الكبرى هي الوسيلة التي وعيدها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجع أن أكون أنا وهو كذلك صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم فالقصد أن هذه الشفاعة مثبتة وقد جعل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات خاصة به لا يشارك فيها أحد الشفاعة لأهل الموقف في أن يقضي الله بينهم ثم الشفاعة في دخول الجنة لا يدخل أحد الجنة إلا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فتح فابل الجنة الشفاعة الثالثة وما خصه الله به من شفاعته لعمها أبي طالب في تخفيف العذاب عنهم وليس بخروجه من النار وإنما بتخفيف العذاب عنهم هذه ثلاث شفاعات مثبتة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك غيره يشفعون كالأنبياء والملائكة والصالحين والأباء للأبناء والأبناء للأباء وهكذا والبنات وهكذا هذه شفاعات جعلها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين إكراما لهم في ذلك اليوم العظيم فيشفعون فهذه شفاعة مثبتة أثبتها الله تبارك وتعالى ولكن بشرط أن تكون برضى الله عن الشافع ورضى الله عن المشفوع له في أن يشفع له الشفاعة المنفية هي التي تكون بدون هذين الشرطين لا يتجرأ أحد أن يشفع بين إيدي الله تبارك وتعالى ولا يسمح له أن يشفع عند الله تبارك وتعالى بدون إذنه أو بدون رضاه عن الشافع أو بدون رضاه عن المشفوع سبحانه وتعالى وهؤلاء المشركون يدعون أن هذه الأصنام شفعاء لهذه دعوة وكما قيلوا الدعاوة إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها الدعاء كل من يستطعوا أن يدعي دعوة هم يدعون أنهم اتخذوا هذه الأصنام لأجل أن تكون شفعة لهم عند الله وليس الأمر كذلك نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهر والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الأشجاوي والأحجاوي قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزاء ومنات الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد ليثي وضي الله عنه قال خوجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثا وعهد بكفر وللمشوكين سدوة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدوة فقلنا يا وسول الله جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث نعم يريد المؤلف شيخ نسلام رحمه الله تبارك وتعالى أن الله تبارك لا يفرق بين من دعا ملكا ومن دعا نبيا ومن عبد شجرا ومن حبد حجرا ومن عبد حيوانا لا يفرق بينهم سبحانه وتعالى كلهم عبدوا غير الله كلهم عبدوا غير الله فليس الذي عبد عيسى أهوا من الذي عبد حجرا أو الذي عبد الملائكة أهوا من الذي عبد شمسا أو قمرا أبدا العبر أنه عبد غير الله سبحانه وتعالى فكل من عبد غير الله فهو مشرك بغض النظر عن المعبود بغض النظر عن المعبود وأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك قال قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كله لله وحده سبحانه وتعالى يشركه أحد أبدا ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا بئس خطيب القوم أنت ولما جاءوه وقال أنت سيدا قال السيد الله يحذرهم من هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرف بكل صور حتى ما يكون فيه رفعة لنفسه بين الناس قال لا لم يقبل هذا صلى الله عليه وسلم فلا فرق إذن بين من عبد عيسى وبين من عبد الملائكة وبين من عبد الشجر وبين من عبد الحجر من حيث إنهم جميعا عبدوا غير الله تبارك وتعالى من حيث العبادة سواء لا فرق بينهم كلهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى ثم ذكر أمثلة لذلك في إنكار الله تبارك وتعالى عليهم أنكر على من عبد الملائكة أنكر على من عبد عيسى أنكر على من عبد الطواغيت أنكر على من عبد الشجر والحجر والشمس والقمر أنكر عليهم جميعا لا فرق وهنا فقط أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر حديث أبي واقد الليتي وهذا الحديث يعني فيه إشكال يعني هل يدخل في الشرك الأكبر أو إنه في الشرك الأصغر والظاهر أنه في الشرك الأصغر ولا يدخل في الشرك الأكبر فإنهم أرادوا التبرك ولم يريدوا العبادة أرادوا التبرك بذات الأنواط الشجرة التي لها قصون ولم يريدوا عبادتها من دون الله تبارك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الفعل بالفعل وهو أنهم شابهوا المشركين من وجه دون وجه شابهوا المشركين بأنهم قصدوا التبرك بما لا بركة فيه أصلا لأن البركة من عند الله تبارك وتعالى ولا يدعى في شيء البركة إلا إذا جعل الله فيه البركة سبحانه وتعالى يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين في السنة العاشرة بعد فتح مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين في شوال في السنة العاشرة قبل قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بأشهر يقول ونحن حدثاء عهد بكفر عفواً حنين في شوال في سنة ثامنة وأنا قلت في العاشرة بعد فتح مكة بعد فتح مكة في سنة ثامنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين في شوال صلات ربày وسلامه عليه يقول ونحن حدثاء عهد بكفر يعني يقصد المجموعة التي معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى فتح مكة معه 10 ألاف من أصحابه فلما دخل مكة وفتح الله له مكة جلس فيها خمسة عشر يوما وقيل أكثر ثم خرج بعد ذلك إلى حنين لما علم أنه هو هواز تحضل لقتاله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى هواز في حنين وخرج معه العشرة آلاف الذين خرجوا معه وخرج معه ألفان من أهل مكة الذين دخلوا في الإسلام حديثا سواء من أهل مكة أو القرى التي قريبا من مكة فخرج معه ألفان من غير أصحابه حدثاء عهد بإسلام وطبيعي جدا طالما حدثاء عهد بإسلام هم حدثاء عهد بجاهلية فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو وقد الليثي وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم من عادة من عادة المشركين أنهم يأتون إلى السدرة سجرة سدرة ويعلقون عليها الأسلحة تبركا أنهم سينتصرون يأخذون البركة من الشجرة فلما رأوا سدرة في طريقهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني كما للمشركين ذات أنواط يعلقون أسلحتهم يتبركون بها وينتصرون بعد ذلك على عدوهم ونحن الآن ذاهبون إلى قتال فنريد السدرة نعلق عليها أسلحتنا لكي تكون البركة وننتصر على أعدائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدعوة ولكن الصحيح أن هؤلاء إنما ارتكبوا شركا أصغر لا شركا أكبر وهو دعوة التبركة بهذه الشجرة لكي ينصرهم الله تبارك وتاء والتبرك سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى وأحكامه المتعلقة به في قراءة الكتاب التوحيدي إن شاء الله تعالى بقيت القاعدة الرابعة نعم أحسن الله إليكم القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلب شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون نعم هذه أخذها الشيخ محمد عبدالله هاب رحمه الله تبارك وتعالى من ابن القيم أنه قال مشركوا هذا الزمان أشدوا من مشركي الزمان السابق لأن المشركين في الزمان السابق كانوا يشركون في الرخاء فقط إذا صار الرخاء عبدوا غير الله إذا جاءت الشدة دعوا الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى وقد ذكر عن عكرمة ابن أبي جهل قبل أن يسلم لما أهدر النبي دمه في فتح مكة هرب إلى الشام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركب البحر فلما ركب البحر جاءهم موج البحر هو من معه فقال بعضهم لبعض طبعا هو من معه الذين كانوا في المركب لا أنهم أصحابه هو وحده لكنه ركب مع أناس وكانوا مشركين فلما جاء موج البحر قالوا أدعوا الله مخلصين له الآن لأنه لا ينجيكم إلا الله يعني دعوا أصنام لا تدعوا أصنامكم الآن الآن أخلصوا الدعاء الله يقول فقلت في نفسي إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله إذا لا ينجيني في البر إلا الله أعمل عقله أعمل عقله ثم قال لله علي عهد لله علي عهد لين أنجاني من هذه لأذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده وأنجاه الله وفى بمذره وفعلا أتى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فرح به النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه فالقصد أن الشركة متفاوت وإذا قال شرك أهل زمان أغلظوا من شرك من سبق الشرك متفاوت هناك شرك أغلظ من شرك هناك كفر أغلظ من كفر هناك كافر لكن لا يعتدي على المسلمين ولا يؤذيه هناك كافر يعتدي على المسلمين ولا يؤذيه هناك كافر يدعو إلى كفره ويدعو إلى شركه هناك كافر يفتن المسلمين عن دينهم فالشرك متفاوت هناك مشرك بالله تبارك وتعالى في نفسه هناك مشرك ويسب الله ويسب غير هناك مشرك يدعو إلى عبادة نفسه فالقصد أن المشركين متفاوتون في شركهم فعلى كل حال ابن قيم أو الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى أراد هنا أن يقول أن مشركي هذا الزمان أشد شركا من شركي السابقين لأن السابقين إنما كانوا يشركون في الرخاء وفي الشدة يلجأون يا الله مشركوا زماننا يشركون في الرخاء وفي الشدة في الرخاء وفي الشدة يعني بعضهم الآن إذا ضاقت عليه الأمور دعا غير الله تبارك وتعالى قال لا تدعو الله الآن قلوا يا علي قلوا يا مهدي قلوا يا رفاعي قلوا يا دسوقي قلوا يا فلان يدعون غير الله تبارك وتعالى إذا اشتدت الأمور قال الآن لا تدعو الله ادعو غيره والعياذ بالله فهؤلاء أشد شركا من الذين كانوا يدعون غير الله في الرخاء وإذا جاءت شدة دعوا الله تبارك وتعالى إذا الشرك يتفاوت بين أصحابه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته ورحمة الله